هو ده النادي الاهلي وهو ده سر قيمة النادي الاهلي وتمايز النادي الاهلي لكن الحياة واحدة بنستعرض المدربين بتوع العاشرة إذا كان الكابتن الجهري بدأها في 82 وإذا كان مانو الجوزيز صاحب الرقم القياسي في أكثر المدربين حصولا على الألقاب في هذه البطولة الكبيرة جدا بأربع ألقاب والدكتور طه إسماعيل صاحب أحد الألقاب والدكتور وكابتن أنور سلامة ربنا يديله صحة صاحب اللقب الثاني في 87 فمستر بيتسو مسماني اللي الكابتن الخطيب ومجلس الإدارة رهنوا عليه النادي الاهلي كان أول نادي عربي أو أول نادي في شمال الإفريقي يتجه إلى أدنى الجنوب ويجيب مدرب من أفريقيا ما حصلتش قبل كده وقتها البعض اعتبر إن ده قرار فيه قدر عالي جدا من المجاسفة والمغامرة لكن لما نبص على إنه بيتسو مسماني بطل التاسعة وبطل العشرة نعرف قد إيه كان ده جول من الأجوال المهمة جدا اللي سجلها الكابتن محمود الخطيب كابتن بيتسو مسماني أو مستر بيتسو مسماني كان مع الزميلة نهوان دي سيري نسمعه براحة بحضراتكم تانية وتخطيتنا مستمرة وقناة الأهلي من داخل ملعب التتش تحديدا دلوقتي إحنا موجودين وتتشين النجمة العشرة على شعار الأهلي هذا اليوم المميز والمتميز جدا اللي أسعد العديد والملايين من الأهلوية هذا اللقاء دلوقتي ومنوارنا كابتن بيتسو مسماني كابتن مسماني كوش مسماني جميعا آخر جعبتن بيتسو مسماني شكرا لكي مسماني شكرا لكي من أولا إنه مجموعة ملعب التتش تحديدا جميعا آخر فاناوات الأول عنه تحديدا هذا ممتع جزء كيف تشففه؟ كانت تشفى تشفوه بيتسو مسماني عندما بدأت بيتسو مسماني منه ربما من أنه لا يعرف كيف سوف تذهب كيف سعرف لنعرف كيف سعرف كيف سعرف لكن الممتعجب نحن في العام الملائجه هنها في المناسبة طويلو الأفضل المهجميل الأفضل عليها الموانا في ذلك حيني أنني نزيز أحدها الكثيرية ويكون نعيد المهجمي في المترجمات الأخيرة هي مرحباً. نعم، فالتحابة أفريكا هي أفريكاً أولاً في عسرية، لكن أيضاً، نحتاج أن نضعها على المساعدة ونأكد أن نذهب إلى المعارضة للفيفا تلاب. نعم، أنا كنت باسأل مستر بيتسو، يعني النهاردة احتفالية كبرى وعظيمة، والناس كلها، والهلوية في كل مكان في العالم، سعداء وفرحانين، والناس كلها يعني حسب المجهود اللي كان مبدول من الفريق ومن مجلس الإدارة والجهاز الفني وغيره، كنت بسأله هل تشعرت أو كنت على علم بهذا النجاح يعني منذ وصولك وتدريبك واندمامك ليه النادي الأهلي، وقال طبعاً ما كانش حد بيتوقع في البداية أو حد يقدر يتوقع أي شيء، بس هو مع نادي كبير وهو مع قيمة كبيرة ونجاحات كتيرة الحمد لله حققها مع النادي الأهلي، يمكن تحدث كمان على خسارتنا ليه الدوري، لكن قال ما فيش مشكلة، إحنا لسه عندنا كتير جداً نقدمه ولسه في بطولات كتيرة جداً إن شاء الله هنحصل عليها. سيد موسيماني، أخبرني عن المساعدة، أريد أن أتحدث عن المساعدة، إنه مجرد جداً، لنظر جداً، لنظر جداً، ونظر جداً أنه سيحدث عن المساعدة على المساعدة. نعم، نحن نقلت للمساعدة أن يستطيع أن نقل بشكل جداً بشكل جداً من كيفية التنظر جداً لنظر جداً من المساعدة على المساعدة. نحن لا يمس برضى ما نقل بشكل جداً من المساعدة. نحن نطلب للمساعدة مختلفة ومشارجة. هم جيدون في أن ترونسوا في البارد وطيئون الذين يساعدين في رائعين إنهم أموانهم هم جميعا في النجاح تريدون لنبشي واركامهم مكانهم على casقائب انهم لا يؤديون رائعين إنهم لديك أسايا كما كان أبشايا حسين جميعاhm يميذ بيه ولكن هذا هو نبشي إنه لدينا مجموعة لكن ذلك نبشي أيضا حسام أسان سوف يساعدنا فاود سوف يساعدنا سوف يساعدنا سوف يساعدنا سوف يساعدنا سوف يساعدنا لذلك نحضر فقط لتساعدنا لتأكيد أننا لدينا أنا بس ألبيستر باتسو على الصفقات الجديدة للنادي الأهلي وفكرة أنه انضمام لعيبة والناس عندها أمل كبير أنه كمان ده يختلف على الأداء في الملعب فمستر باتسو بيتكلم أن إحنا كنا فعلاً محتاجين دم جديد وكمان إن إحنا نجيب لعيبة يعني مش مصرية ربما يضيف وفكرة كمان إن إحنا كان عندنا احتياج لي بعض الأماكن فده شيء يعني أعتقد أنه في المستقبل حيفيد جداً النادي الأهلي سوف يساعدنا سوف يساعدنا وسوف يساعدنا ولكن كان هناك أبس أبساً أبساً سوف يساعدنا سوف يساعدنا في المساعدة سوف يساعدنا أو يساعدنا سوف يساعدنا سوف يساعدنا فإن أساعدنا لا أعطني أظن الأمريعة.. لقد أخذت إلى الأنسية لأننا لنقضى إلى أثناء لأصمار أصمار الأفاقي نقضى إلى الففا القديم وستخدمين 14 دائماً في الففا القديم نقضى تلك الكاف متواجدة قبل برقان نذهب من سجل من البرطوريا إلى المقاطع إلى المصابي نذهب إلى كل طريق ونحن لا يفهم المسكين الليغة التي تصبح هذا المسكين أعني دواء البائد في لغة مهمة وشيرًا نحن نحن متعادلين بأننا لم نقع المسكين ولكن 14 عام لا يتساعد ومع كل ذلك في المسكين المسكين الليغة العالمي فأنا رضيك في البدء رضيك كتير يعني الموسم كان صعب وكان مضغوط جدا فهو بيقول نعم ده حقيقي احنا كنا مضغوطين جدا سألته على الكواليس الصعوبات اللي حصلت قال كان مفيش كواليس كتير قوي لكن كان فيه صعوبات كان فيه يعني حاجات مرينا بيها ايناس كتير ما تعرفش قدي كنا مضغوطين الدوري حتى لو كان راح لكن يعني احنا اكيد كلنا يعني زعلانين عليه لكن الناس لازم تفهم ان كان فيه ضغط كبير جدا وفيه بطولات كانت كمان بنحصل عليها على الجانب دعواني هذا المشكل في مجموعة جداً وكيف تشاهدون أي دي من المنزل لتركيز على المعارضة لتنجز على المشكلة وكيف تقوم بكم بشكل تشاهده وكيف تضع هذا المعارضة لنبقى أجل المنزل لنبقى أجلنا المنزل المتحدة وكيف يكون المددورة لنبقى في المنزل المنزل كابلو رانوحا هو المشكلة أقول لبعض أفريك أنه هو أبداً في أفريك لأنني بالمعروف بديم من المطلوبات في ثلاثة غير أنزاء في حين consume وضعنا هذا مجرد Hebrews لتعلق نفسها بالطبع هو أنه ليس لأعطاء أنا من اعطاء من سامي شيء وسado لكنه هو مجرد صديق في نفسه لن يعلمنا نفسكم مجرد صديق في نفسه هو مجرد صديق في نفسه رج Riot وعوده chickens عيش في في أي دن انت دين هذا هو سهو الجمهن ونهت جيدة كذلك ونهت من جزء جدا كما نحن ممتعد نجمنا جدا جميع سيخون الشرق قد شهاية دان، جميع السبب إنه مجموعة حقايا شكرا مدرد لدينا جزء جزء مجموعة لدينا جزء حقايا جدا and many players really love you they are your friends and let me be frank also with you Mr. Pets when you came to the team and you joined the Ahli team really some players played in an amazing magnificent way unlike before how did you do that? well to be honest I knew that Afshar was not playing a lot before I came here and he told me that coach you need to help me to play I need to play I said to him that he's a special player a special player like you has to be on the pitch and you give him confidence and when you give a special player with special talent confidence and feel love Afshar needs a hug all the time he's a special character there are those players who need a hug there are players like Sulaya and Shunawi they don't need a hug they sort themselves out strong enough yeah strong enough so Afshar is the special one Hassain also needs a hug Tyre needs a hug you saw in the World Cup Tyre was crying Hassain was crying so those are the different players that you need to help and you need to show them love because they're human beings never mind the football players they're human beings very true I was just asking Mr. Petsu يعني بعد انضمامه للنادي الاهلي شهادنا وبشهادة الجميع الكلام ده لعيبة فعلا أداءهم تميز جدا فهو قال لي ده حقي قلت له طب إيه السر وراء ده قال لي إن هو بيفهم يعني سايكلوجية اللعيبة أكتر في بعض اللعيبة في النادي الاهلي بيبقوا محتاجين زي احتضان زي أفشة وذكر على سبيل المثال أفشة وفي بعض اللعيبة هم أقوية زي ما قال مثلا كابتن محمد الشناوي فهو بيعرف يتعامل معه من الناحية الإنسانية دي يمكن ده اللي بيفرق فعلا وكمان ان هو بيدي فرصة لإلعيبة ان هم يظهروا إمكانياتهم فدي برضو نقطة تضاف لي كابتن Petsu I want you to give a word to أهلي fans that are watching all over the world now you know أهلي fans are all over the world yeah of course yes millions a message about tonight a message about the coming for أهلي first we want to thank them in fact before I send all over the fans I need to thank the players for this achievement my backroom staff the technical team to the person who cuts this grass that we are standing on the board has been supportive through the president Captain Khatib administration you guys on the TV have been supportive and it has been it's been very good support we feel it but to the supporters they've also been supported what we can say to them is that yes there's always room for improvement we are celebrating the 10th star but it's not only that we were on the podium receiving the gold medals five times it's unbelievable it's not easy it's not easy but people are starving for the 11th star you know that very well it will keep going 11 will go to 12 so I say to them they must bear with us be patient with us we did not have the legs at the end we really struggle we do not have the legs but they must understand that fatigue caught up with us but we can celebrate being on the podium five times I think it's good of course I heard that you learned learn these days Arabic right? yeah but I'm trying I have okay let's try something I have to try we will end this interview by I love Ali I love Ali yes goodbye thank you thank you Mr. Petsu thank you